ترجمة نانسي قنقر بآخر فترة أنا عشت ظروف بشعة وإجت ورا بعضها كرمال هيك رح عبر لك من غير ما إجرحك بالحكي ولا حتى دايقك لما بيكون في موضوع وخالدة بتكون جزء منه أنت بتقلب لواحد غبي ومجنون صح؟ أنت ما عندك مخشغال؟ المفروض عندك أنا إذا اليوم بيصر لي شي أنت عندك الإدرة والعقل لتدير كل شي لوحدك من بعدي بس لما بتكون خالدة بيقلب القصة ليش ما بتعد تشوف قدامك ابنه؟ شبك بابا سألتك سؤال بسط وبس فضت مخك مشغول كتير بخالدة لدرجة ما سألتني السؤال اللي لازم تسأله شوفير التاكسي شلون لقى المزرعة؟ كيف عرف أنه أنت موجود هناك؟ اللي قلب موازين أعصابك وجننك لترتكب الخطأ هداك الفيديو على الإنترنت بس يا حذرك مين ننزلوا؟ مين نشروا؟ شاركوا تقريبا شي ألف حساب لحتى ينتشر بأسرع وقت حسابات ترول اللي إله متابعين بالهبل لحتى يكون مؤسر منتجوه انضاف عليه مؤسرات صوتية لعبوا عليه يعني؟ هذا مخططله صرف ومصاري كرمال إنه يمسح بكرامتي الأرض صح كلامي بابا؟ أو كرمال يستفزوك ارجع خطوة لورا براق وسع بصيرتك فيديو من 30 ثاني يشوف شو عامل معنات اللي نشر المصخرة هو اللي عطى عنواني لشوفير التاكسي تمام تمام ترك هاي القصة علي انت رح تترك لي هالقصة إلي الشي الوحيد اللي حضرتك رح تعمله اليوم إنه تخلص نقل البضاعة وإنه تصلح أمور الشغل أنا رح أهتم بالقصة صباح الخير صباح النور أخي اتفقنا ما هيك؟ هيك بظن الشي الوحيد اللي لازم تفكر فيه اليوم هو حمولة سلمان إذا اليوم ما نحلت هالقصة سلمان بكرة رح يبلش شغل مع غيرنا وهذاك الغير رح هيكبر ويصير منافس إلنا الأهم من كل شي إنه المجلس ما يكون له منافس أنا باهتم بالمنافسين اللي جوا المهم بالموضوع إنه أنت تمنح حدا من إنه يجيب إلنا منافسين من برا صباح النور ابني أنا بتشكراك لأنك رحت مبارح واهتميت بأخوك أنت وأخوك كل ما قربتوا من بعض أكتر ما حدا بيقدر يكسرنا موسيقى حبيبتي الفطور صار جاهز يلا جاي بعدين ما تحركنا من موقف التاكسي كل الليل صباح الخير صباح النور يا بنتي موسيقى